دعا مكتب رئيس مجلس الأمة وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعية إلى ضرورة عدم نسبة أي تصريح أو قول لرئيس مجلس الأمة إلا من خلال ما يصرح به الرئيس شخصياً أو ما يصدر عن مكتبه من بيانات صحفية بشكل رسمي وأوضح المكتب في بيان صحفي أنه عندما يريد معالي رئيس مجلس الأمة أن يدلي برأي ما أو توضيح موقف ما فإنه يقوم بذلك عبر تصريحه المباشر لوسائل الإعلام أو عبر كلمة أو خطاب أو عبر بيانات صحفية تصدر عن مكتبه بشكل رسمي وعليه فإن النقل عن معاليه عبر مصادر غير محددة أو أوساط مجهولة هو نقل يفتقد للمصداقية وهو غير ملزم به وتابع المكتب مشيراً إلى ما نشرته إحدى الصحف الروسية ونقلته قناة روسيا اليوم قبل يومين بشأن المواطنة الروسية المحتجزة مواضحاً بأن السلطات الروسية طلبت من كافة الجهة الرسمية الأخذ بعين الاعتبار بعض الظروف الإنسانية للمواطنة الروسية أثناء محاكمتها وليست تدخل في المحاكمة مردفاً أن هذا الطلب أثير أثناء لقاء معالي رئيس مجلس الأمة مع معالي رئيس المجلس الفيدرالي الروسي قبل أيام وكان رد معالي رئيس واضحاً بأننا في الكويت لا نملك التدخل في القضاء الكويتي المستقل والنزيح وأنه يمكنكم الطلب من القضاء بشكل مباشر عن طريق المحامين لأن الأمر بيد القضاء وحده واختتم مكتب رئيس مجلس الأمة بيانه بأن نشر هذا البيان يأتي منعاً لتأويل والتحريف الذي ينتهجه بعض السياسيين للأسف ولتحذير من النقل غير رسمي عن معالي رئيس